شاركت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري السنوي لمشروع رأس المال البشري المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك على همش مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق الناقد الدولي وركز الاجتماع الوزاري هذا العام على موضوع التحول الرقمي لدعم وتنمية رأس المال البشري حيث تم مناقشة سبل تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى لتحقيق ذلك كما تم تبادل الخبرات حول الحلول الرقمية التي تساهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية بما يدعم مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذا ويعد مشروع رأس المال البشري جهد عالمي يستهدف تسريع وطيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي